اشتركوا في القناة 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 كنا صغيرين بقى وكنا بنلعب وكده عاملين طيب أعزائنا مشاهدين هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني ونكمل الأسئلة بتاعتنا انت محدش بيعمل لك حساب احنا عملنا لك بانك ايجي بانك بيقدن كريلي لكل الفريلانسر هولول متفصلة على طبيعة شغلهم كريدت كارد، كارد شخصي، كارد العربية كريدت كارد، كارد العربية ماشي كده نرجع نخرج الفاصل يلا نرجع بقى ورجع نالكم مع أزائنا المشاهد راكوريان اه ورجع نالكم مع أزائنا المشاهدين مع البنبونية بتاعتنا اسماء جلال ازايك يا اسماء ازايك يا شادي ايه الأخبار الحمد لله تعناقصك ايه بودز ايه المغنية اللي انت هتعمليها معادي ايوة ايه بقى؟ ايه حكاية تجدين دي تعرف بس سنة الأول بس عارفة ان هو عنده 25 سنة ايه عارفة اه ماشي اه فارق سنة حكيلي بقى عن التراك اللي انتو بتعملو مع بعض احنا صحاب قوي وهو هل صحاب زي ما انا وانت صحاب لا طبعا لا طبعا اوكي احنا تراببين مع بعض يعني بالضبط ممكن اجاوب؟ اقولي اجابة ده اول سؤال تسأله معنا بجاوب عشان انت مش عارفة ماشي احنا صحاب قوي فهو انا اللي كتب الأغنية باختصار يعني انا اللي كتب الأغنية فروحت كتبت له بقى حاجة من خبرتي وبعدين قلنا انا اللي هغنيها لان انا كمان برضو مش عارفة انتعرف ولا بس انا صوتي حلو في ال انت فكرتيني بقى بقى ايام زمان اه فكرتيني بقى ايام زمانة فقليكي غنينا كده زي ما كنا لمت العيلة كده وكنت بتغنينا واحنا في السخنة بعد الحلقة بعد الحلقة بعد السؤال ده فغنيتها بعدين حاستنا ان الصوت مش كده فعملنا اي 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 تخدنا شوية الى وجز تجربة مهمة جدا ليه واتمنى يستفيد منها هضيف له على فكرة جيد هضيف له جدا هضيف له جدا كده بقى نبدأ نقول عليه هو وجز بيغني ووجز بي رئيب ويجز بجد اه عايزين نكمل بقى الكلام بتاعنا اه اه قولي لي ايه رأيك في الناس اللي بتقفروا في اللبس والله ما ليش فيهم يعني بحس البساطة هي المفتاح اللي بيقفروا وعايزيني يجزبوا الانتباه نقعد ننبس بقى حاجات عليها ترتر وحركات ومش عارف ايه ليه ما بحبش عمري ما بس بحب بحب ليه الفنانين عموما كده كل ما تلاقي الناس بتبقى عادية اول ما بيظهروا الحتة معينة والقرش اللي عفق ديهم تلاقيهم بقى يلبسوا حاجات مجبالهاش علاقة بالقرش بحق بحسهم فضين من جواهم كده اللي ام عايزين عايزين الناس تتكلم عليهم هي دي هي دي الإجابة انا كل الناس اللي بقعد معهم كده برضو بحس في بلوزة ضوة مفيش حاجة طب يلا بقى غنيلنا حاجة فنانة والله بعد الحلقة طيب اسماء نفسك تشتغل علامة كباري نفسي يا مست عايزة تنسلي يعني مش هجيلك مرتب في الشهر اه انت كده انت وازمك هبقى مع نفسي حرة اه هتبقى مع نفسك بقى فانو هتطلب منك بقى تشور ليتر حد يقوللك لا مفيش ميزة تغطية احنا مش ضمنين هتلم الشغلة بتاعك يعني كان تمام ما اكلمهوش في حاجة وهم اشافوه يعني اكتأكدهم والفريلانسر زي اصلا تستحقوا مننا كده لا ايه اللي يستحقوا مننا اللي احتراموا التقدير انا دلوقتي مش هاسأل فنانة انا هاسأل فريلانسر ايه معاناتك يا فريلانسر معظمها بتبقى لما بعوزة سيفر يعني بتعمل ايه يعني بتسافر الساحل او كده ولا بتسافر برا قصدك لا تروح اوروبا اوروبا او او ما عنديش رفط خلاص ايه ايه اجابة الساحل فلسط بس تمام عندينا بعث وقال ناري يلا بقى ها بتعمل ايه بقى اليومين دول والله انا بصور اه بصور مسرحية بصور فيلم شمس الزناتي بصور فيلم اه بعمل حاجات يعني ايه رأيك في الست ال اه ايه رأيك في دور الست عمتن في او دور المرأة في الفن هل تشايف ان المرأة ينفع تكون هي فنانة يعني ايه ينفع ان يبقى فيه مرأة بتمثل لا طبعا ماينفعش لا طبعا تقول ليه ايه الستات اللي تشتغل المسرين او ممسرات الستة مالايش اللي بيت جزء ندخل بقى من القلب للقلب يلا من القلب للقلب المشاعر والعاطف عاملين ايه اولاي ما بحبش الاسئلة دي هشي دي صراحة معندكش اسئلة تانية كلها عن العلاقات ها اهو بصي اهو ورقتين ورقتين مين من الزملاء اللي لو شفتيه ممكن تمديلك عليه ايه طب توبخيه من الكلام اللي هي توبخيه عادي من غير اللي هي الحاجات اللي فيها امه او الحاجات دي ايه ايه اللي استفادة اصلا من المسرح حد عمل موقف مسلا يعني انا بحترم كل صحابي يعني معد ولا انا برضو بصراحة بيقولك ايه هو دايما عليه حركات انت تعرفه انا اصلا انا مش عارفه غير في مشكلة متربي معي برضو مش يعني لا مش زي اه اه وانا قد تقوله بقولك ينزل هيدك وانا بمسكه من هنا بس لا مش تمام مرضيش هسيب غير اللي هو يسيبه اصلا مش تمام لا مش تمام ما بالضبط انا بقولك اه 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 له هو بتاع حوارات قويا بتاع حوارات نوية على ايه بقى ما احنا سألنا داي يا شادي وقبلي تامل ايه اليومين دولي وقلت طب اسعدك طيب احضر معاك اسئلة ما دي مش شغلا انتي برضو نسأل نرجع تاني بقى للسؤال المهم الحب اعمل ايه مش عايز اجاب بسو انت او في حد دفحاتك اه اوكي ماشي طيب مبروك الله يبارك فيك يا رب يكون مبسوط معاك وانتي مبسوطة معاه الحمد الله طيب في اي خطوة جد ولا ولا زي ما حصل مع واحد صاحبنا كده يتسب في النص كده من غير اي حاجة من غير ما يفهم اي حاجة مفيش رده لا طب ما عملتش ليه معا اللقاء ده بقى ولا هو مش مزيع شادي يلا هدخل في السؤال لبعضه سؤال بعضه ايه سؤال بعضه ايه سؤال بعضه ايه اللي هاخش في ايه هنتكلم في ايه انا مش عايزة اعطل وقتك بقى عشان اكيد انت هانم خرجة بقى ولا حاجة انا فعلا نخرجة طب وقا ممشي خلاص ولا ماشي استني طيب استني نقول نقفل القفلة بتاعتنا وخلاص نشكرك جدا يا اسماء معانا كانت حلقة لطيفة وان شاء الله نكررها تاني وما تكونش ولا اول ولا اخر حلقة ونفضل دايما نحكي كده زي زمان وترجعينا بقى الايام زمان كده انا مبسوط جدا يا اسماء اللي انت كنت اضافتنا النهاردة فعلا يعني انا مش عارف مش عارف لو كنت قعد مع ضيوف تاني كنا نصور في ايه ولا هنتكلم في ايه ولا ايه المواضيع اللي احنا كم ممكن نتكلم فيها فحقيه لا انا كده رجعت تاني بقى شدي التعزمان مش شدي الموزيع بقى اللي هو اتكلم مع الضيوف كده بس شكرا لك يا اسماء وان شاء الله نشوفكم اعزائنا المشاهدين بحلقة جديدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة